على خلفية التقلبات الجوية الأخيرة وما ترتب عنها من تساقط كثيف للثلوج في مختلف مناطق الوطن أغلقت العديد من الطرقات الوطنية والولائية لقد تأثرت بعض الطرق الوطنية والولائية التابعة لإقليم اختصاص الطرق الوطني جراء الإضطرابات الجوية التي تمر بها جل مناطق الوطن خاصة مناطق وسط وشرق البلاد والتي نريد بعضها كما يلي في ولاية المدية وإثرة ساقط المعتبر للثلوج أدى إلى شلال لبعض المؤسسات التربوية حال دون وصول الأساتذة لمؤسساتهم مما دفع بإخلاء سبيل تلميذ إلى غاية تحصن لحوال الجوية أما في ولاية باتنا شهدت عدة طرقات توقف في حركة المرور جراء الجليد الذي أتى على أغلب المحاور الجبلية على غرار الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين باتنا ومروانا في حدود إقليم بلدية حديوسة والطريق الوطني رقم 87 الرابط بين بلدية وادي الطاقة وولاية باتنا إذ توقفت فيه الحركة في الساعات الأولى من صباح اليوم في النقطة المسمات عقب هراس وهذا بسبب الجليد المتكون نتيجة للإنخفاض الشديد في درجات الحرارة ولم يتمكن سكان البلدية من التحرك إلى غاية تدخل وحدات الصيانة عبر الطرق وسط غياب تام لسلطات المحلية أما في ولاية اسكيك دفقت تدخلت وحدات الجيش الوطني لفك العزل عن بعض المناطق المحاصرة وفتح الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج الذي شهدته الولاية